وجهت وزارة الصحة بتقصيص حوافز مجزية للفرق العاملة في منظومة تطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تحقق نسبة عالية في تطعيم المواطنين خلال رمضان وذلك وفقا للأعداد المستهدفة بكل محافظة وكشفت الوزارة عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة بلغت 54% وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45% بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبة في إصابتها بالفيروس يتي هذا في حين أعلنت وزارة الصحة خلوة مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة اشتركوا في القناة